قالت مصادر مؤكدة لقناة الجزائر الدولية أنه تقرر اليوم إلغاء منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي خلال القمة الإفريقية الخامسة وثلاثين لرؤساء الدول والحكومات المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أدي سبب هذا وكانت الجزائر على رأس عدد من دول معترضة على القرار الذي سبق أن اتخذه موسى فقير رئيس مفوذية الاتحاد الإفريقي كما تناقش القمة ملفات الأمن والتنمية والتحديات الاقتصادية للقارة